اشتركوا في القناة السيد رضا مفردي حول هذا الموضوع مساكم والله بالخير وبداية أحابه أشكركم على هذه الاستطراطة عبر الهاتف طبعا أود في البداية وبهذا المناسبة الوطنية أن أرفع أسماء آيات التهاني وخالص التبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة آهل البلاد المخدة حفظ الله ورعاه إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد فيس مجلس الوزراء حفظ الله طبعا كما هني شعب المملكة البحرين بهذه المناسبة التي هي فرصة لاستثكار الانجازات المتميزة التي حققتها ولا زالت مملكة البحرين في مختلف المجالات ومن بينها طبعا مجال تنكين الشباب ودعم الرياضة والعدل الجوائز التي حظتها مملكة البحرين على المستوى الرياضي هي دليل على المكانة العالية التي وصلت إليه المملكة في المحافلة الرياضية بفضل دعم سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس العالي الشباب والرياضة وكذلك لا نمسى الاهتمام الدائم والمتابعة المستمرة التي يوليها سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول المجلس العالي الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية وفي هذه المناسبة نثمن الاهتمام الخاص الذي يحطي به مجال مجال الشباب والرياضة منذ تجشين ميثاق العمل للوطني من خلال ما أولد في القيادة الحكيمة من دعم ومساندة لهذه الشريحة المهمة والأساسية في المجتمع البحريني وما وفرتهم برامج متطورة شملت جميع المجالات التي تحضي على اهتمام الشباب وهي الأرضية المناسبة للإبداع وبالتالي تحقيق العديد من الإنجازات التي يفتخر بها المواطن طبعا ومن هذا المنطلق فأن السلطة الشريعية وعلى مدار هذه الفترة منذ صدور نفاق العمل الوطني عملت على سن الكثير من القوانين والتشريع التي تدعم وتعزز المجال الرياضي وتنهر بشؤون الشباب طبعا ناقشت لجنة شؤون شباب مجلس الشورى العديد من التشريعات التي تعتبر في غاية الأهمية وتصد أغلبها في صالح تطوير القطاع الرياضي في مملكة البحرين ومواكبة التشريعات الرياضية الحديثة والتي صدرت بعضها بالفعل كمثال كقانون الاحتراف الرياضي الذي نقل الرياضة ورياضين من إطار الهوية وتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل وبما يسهم في تحسين القدرة التنافسية في المحافلة الرياضية والاقليمية والدولية أيضا بحثة اللجنة مرسوم بقانون بشأن الجمعيات والأنبية الاجتماعية والثقافية والهيئات العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وكذلك يهدف إلى استكمال الجراءات الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال توجيه بجواز إنشاء الأنبية في شكل شركات تجارية وكذلك مارسة اللجنة دورها في اقتراح بعض القوانين من ضمن الإقطاع الشباب والرياضة كاقتراح إنشاء مركز البحرين تسوية وفضل المنازعات الرياضية واختراح تنظيم إنشطة المراكز وأكاديميات الرياضية وفي النهاية طبعا لازم نستفكر هذا الشي إن في قطاع الرياضة والشباب من القطاعات التي تحوز على اهتمام كبير من القيادة الحكيمة ومتابعة مباشرة طبعا هذه كلها إيبانا بدور الشباب في بناء نهضة المملكة وتطورها نعم سعادة السيد رضا منفردي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة